في مدينة شيكاغولا أمريكية لأول مرة يظهر في وسائل الإعلام خلال محاكمته الشعطي الأبيض جيسون فان دايك قاتل الشاب الأسود لكن ماك دونالد قبل عام ب16 طلقة نارية خلال 15 ثانية وأطرقت للفتى الأسود احتجاجات عارمة في شيكاغولا سيما في وسط السود آخرها في يوم الاحتفال بعيد الشوك لقد أرد أن يخرج إلى العلن حتى لا ينظر إليه الناس وكأنه رجل يقتل ببرودة دم والمحاكمة قائمة من أجل ذلك أيضا لكن لماذا لم يدخل المحاكمة كمذنب؟ لأنه يعتبر نفسه غير مذنب يقول محاميها الشعطي والقاتل دو السبعة وثلاثين عاما يواجه ستة اتهمات بالقتل وتهم سابع بسؤل التصرف لإطلاقه النار على لكان ماك دونالد دون أن يظهر على شريط فيديو الحديث أن الفتى الذي كان مسلحا بسكين كان بصدد الهجوم على الشرطي عائلة ضحية طالب بمحاكمة عامة بط على شاشات التلفزيون وقد حدد موعد الجلسة المقبلة في 29 يناير المقبل